يشكل مركز للا أمينة لرعاية الأطفال فاس المحدث بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا رائدا وفريدا يوفر الدعم للأطفال في وضعية صعبة المركز الذي افتتح في شهر أكتوبر من سنة 2020 يقدم خدمات متنوعة المركز يعتني بالأطفال المحرومة من الأسراء والأطفال في وضعية صعبة السعة الاستعابية دي المركز دينا 72 طفل حاليا عندنا 67 طفل اللي كان أبوه في هذا المركز أهم الخدمات اللي كان قدمه للأطفال هي التعليم والصحة والإيواء والتغذية المركز الممتد على مساحة إجمالية تناهز 3400 متر مربعة أحدث في إطار البرنامج الثاني من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة تم إحداثه بشراكة مع الوصبة المغربية لحماية الطفولة حيث تقدر مساهمة المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بحوالي 13.5 مليون درهم تخص تغطية أشغال البناء وكذا تجهز يسهر على تسيره العصبة المغربية لحماية الطفولة مع مساهمة سنوية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في ميزانية أتسير تقدر بـ 800 ألف درهم سنويا البرنامج الذي أحدث في إطاره مركز للا آمين لرعاية الأطفال فاس يهدف على وجه الخصوص إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة مع التكفل بهم عبر منهجية ملائمة تسهل مواكبتهم واندماجهم في المجتمع موسيقى